بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين المهام الأدائية في اللغة الإنجليزية للصف الخامس Connect 5 2023 ترمي الأول المنهج الجديد هنبدأ باسم الله بالمهمة الأولى ونحاول نعمل جمل بسيطة جدا وسهلة وسهلة وسلسة لاستخدام البارغرفوت المطلوبة لأداء المهام وهنسيب رابط أسفل الفيديو بالمهام مجابة وجهزة للحفظ والمذاكرة أول مهمة عايزها عن الأطعمة والمشروبات المفضلة طبعا ده موضوع جميل جدا وسهل ولذيذ وبيديني كمان أفكار هتساعدني إن أنا أعمل عليها فودز أطعمة فيجيتابولز خضروات فروتز فواكه جوس عصير ملك لبن ووتر عاوز تستعين بها ماشي مش عاوز خلاص براحتك المهم إحنا بداية كده هنقول له جمل بسيطة وسهلة خالص مثلا الفودز والدرينك الحكاة اللي بنشربها وبنأكلها فتعالوا نشوف أول جملة قلت له انت ممكن تغيرها بفروتز ها زي ما انت عايز طيب حاجة بسيطة خالص استخدمت كلمة اللي هي جاية في العنوان وحطيت بعدها وبعدين فش قلت نوع الأكل يبقى انت بتجيب اسم الحاجة وبعدين وبعدين نوعها فش ولا ايه ولا ايه ولا يعني حاجة سهلة طيب الجملة التانية النوع اللي انا اخترته بقى الفواكه او الخضروات او السمك او اللحمة قلت له زا فش از لزيز بس حطيت اسم الاكل وبعدين از وبعدين كلمة لزيز ها يعني حاجات سهلة خالص وجمل سهلة واي حد يتعلمها طيب جملة كمان اه اي ايت فش انا باكل السمك وز ماي فاملي او وز دي يعني معا في اتش هنا انا ناسيها اي ايت فش وز ماي فاملي انا باكل السمك معا الاسرة اات هوم في المنزل اندي اين او ريستورانت وفي المطعم اه انت بقى بتختار نوع براحتك وبتقول عليه نفس الكلام اصلا انا عايز اعد 25 كلمة فروحت مزودها شوية باكل السمك مع اسرتي في المنزل وكمان في المطعم مش اكل بقى بعدين رحت متجه على المشروبات وقلت نحن نشرب العصير منكم انت بقى تختار نوع عصير براحتك نحن نشرب الماء تمام بقى انت كده بتكون جمل تمام طيب انزا مورننج وي كانت كاتش مور فش مسلا اه جملة هنا بقى ايه على اساس ان انا باستطد السمك اللي باكله فقولت انزا مورننج في الصباح وي كانت اللي انا استطيع كاتش ان اصطد سمك كتير تمام بكده يبقى كملت الخمسة وعشرين جملة واكتر شوية كمان تمام من غير الجملة الاخيرة خمسة وعشرين طيب التاسك التانية لأ في جملة كمان اهو زيادة اي جوتو زاسي وز ماي انكل ان ابوت تو كاتش فش انا رحت البحر مع عمي في قارب لكي اصطادها السمك اه على اساس ان انا بحبه يعني من كتر حبي فيه وانا بروح اصطاده في البيت باكله في المطعم باكله اه كده يعني علشان انا بوصف لهم الحاجة اللي هو ازاي يكون مفضل بالنسبة لي فانا بس ايه باكله في كل الاوقات طيب التاسك التانية المهم التانية اللبس بتاع المدرسة ازاي الموحد للأولاد والبنات لو انت ولد اكتب اللبس بتاعك ولو انت بنت اكتب اللبس بتاعك في الصيف وفي الشتاء فهتقول لنا بتلبس ايه هنا وبتلبس ايه هنا برضو كالعادة هروح اقيل ايه هروح اقيل مثلا دي صورة وضحنا فيها مثلا اللبس وهنبدأ نوصد اللبس المعين بتاعنا فهنقول مسلا اور اسكول يونيفورم از نايس يعني لبس المدرسة بتاعي از نايس جيد جميل اهه كويس عجبني يعني طيب ايه اللي انا عملته اسكول يونيفورم موجودة معايا في اسم الدرسة اهو في اسم المهمة اور اسكول يونيفورم بعدين جبت اس اللي هي يكون وجبت الصفة نايس بس ما عملتش حاجة طيب بعدين اي لايك ماي سكول يونيفورم اي لايك انا احب وبعدين سكول يونيفورم هي هيها زي المدرسة انا احب زي المدرسة يبقى انت بتتعلم تعمل جمل بسيطة وسهلة مش محتاجة تعب ولا حاجة تمام طيب كلمت عن البنات بقى وير بيلبسوا جيبه زرقه خد بالك انك لما تيجي توصف اه بتجيب الايه اللون الاول ماشي ومعهم كمان كرفات حمرة اهو اند مسلا اه تي شيرت اند سكير تجي بقى علشان اخدنا شيرت الاول فبرحتك بقى واقول بقى ايه في الصيف ماشي طيب الولاد بقى مسلا ولا لو عايز اقول في الشتة هقول في الشتة في الشتة في الشتة بيلبسوا ايه جاكت طيب الولاد بويز بيلبسوا بانطلون جينز ازرق اند وايت شيرت وقميص ابيض تمام يبقى ازا جمل سهلة وبسيطة وكولنا خمسة وعشرين جملة بحاجات تفه جدا وجمل ايه سهلة المهمة اللي بعد كده طبعا بيقولي الملابس اللي انت بتاخدها اللي تاخدها لما تروح رحلة طبعا وجايب لي رحلة ويعبق وشنط وتيشيرت ونضارة وجايب بكلده وبرده وجايب حر وجايب ايه كوتش رياضي طبعا طبيعي ان انا هقوله ايه اول حاجة الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه واقوله جميل رحلة المدرسة تكون جميلة بعدين نحن نعبق شنطتنا لكي نذهب الى الرحلة لازم ناخد نضارة شمسية معانا عشان لما يبقى الجو ايه حر او مشمس اا وي وير سويتر وين ات اس كولد بنلبس سويتر لما يبقى الجو كولد برد اا وي وير سنيكرز تو بلاي سبورت وبنلبس الحزاء الرياضي عشان نلعب رياضة وابنها بيساعدها وهي بتعمل عمليات الشوبينج المهمة بتقول هاو دو يو هيلب يور مام دوينج زا شوبينج ازاي بتساعد مامتك وهي بتعمل الشوبينج الشوبينج التسوق ان هي تروح تتسوق وتشتري حاجات منين من السوق خدنا طبعا الماركت وخدنا الحاجات دي كلها طيب جايب افكار زي هيلب وماما وشوبينج وقائمة وسوق ويشتري هقول له ايه بقى هقول له في الاول ايام هابي تو رايت اباوت ماي مام انا هتكلم عن ماما في الموضوع ده وازاي بساعدها يبقى انا ساعدة عشان هاجيب سيرت ماما في الموضوع ايام هابي انا ساعد طبعا دي تو المصدرية اللي معناها لكاي ايام هابي تو رايت انا ساعد لكاي اكتب عن مامتي تمام طيب برضو رجعنا اي لايك تاني انا احب والمره دي بحب الشوبنج مش بس لازم يكون كمان مع ماما فلازم احفظ تلمة بعدين دخل في التفاصيل بقى بنروح السوق ونشتري اشياء ما اقولتش بقى اي الحاجات اللي هشتريها بس مش مشكلة المهم نحن نذهب الى ماركت السوق اند و باي يشتري سنجس اشياء اي هيل بمام ويز شوبنج طبعا اول كلمتين استخدمتهم اي هيل بمام انا اساعد امي في التسوق الجملة الاخيرة اي كاري باكز فور ماي مام انا بشيل لماما اي شونط تمام طبعا برضو اكتر من خمسة وعشرين كلمة وجمل بسيطة وسهلة كلها اي هيلب اي لايك نحن نذهب انا زعيد يعني حاجات ايه سهلة واي حد يعرف يعملها الموضوع اللي بعد كده بيقولي ريت من خمسة وعشرين كلمة برضو مستخدم الايه لعنصر الاياتية نعمل ايه ازاي يعني نحمي الهوى والبحر والاشجار بتاعتنا نعمل ايه عشان نحميه طبعا كده هو بيتكلم عن ازاي ننقذ الكوكب او البيئة اللي احنا عايشين فيها فاول جملة عملناها اقولنا ايه انا سعيد ان انا هكتب عن البلانت الكوكب بتاعنا او البيئة انا سعيد ان انا هكتب عن الكوكب او عن ايه او عن البيئة طيب ويشود بروتكت زقير ويشود يجب علينا بروتكت نحمي الهوى نحمي ازاي ما نخليش فيه دخان ما نكطرش من العربيات اه اهو جاية اهيه ويشود بروتكت زا سي ولازم نحمي البحر برضو نحميه من ايه ما نرميش فيه بلاستيك ما نرميش فيه الحاجات اللي احنا بناخدها طبعا ويه نحن وشود يجب وبجيب كلمة بروتكت يحمي ودلجبتهم من فوق ادي شود اهي وادي بروتكت هو يجيب زودت ايه وي عشان سي وكده موجودة فوق طيب ويشود سطوب اميجنز طبعا يجب علينا سطوب نتوقف عن الامبعاسات اميجن بتاعت العربيات بقى والمصانع لازم نوقفها لازم نقللها فجبت سطوب بعد شود مش نحمي المرة دي لا نوقفها ماشي بعدين لا يجب علينا ان نلوس البحر فطبعا كلمة جبتها من فوق هي والبحر فوق اهو وهنا بقى ايه لا يجب طبعا ويجيب حاجات كتيرا مش لازم نستخدمها كلها لان انا لو عديت مسلا ايام هابيتو تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحدة واشر اتنا اشرة تلاتاشر البعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر سعتاشر اشرين واحد اثنين اتنين وعشرين تحتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين خلاص انا بعد على قدل خمسة وعشرين كلمة اللي استخدمتهم اهم حاجة بقى في الموضوع انك بتبدأ الجملة بحرف كابتل وبتحط في الاخر نقطة. لو الجملة معاك جدت في نصر السطر كمل بعدها ما تقفش هلا وتبدأ من اول السطر انا بس بعمل لك عشان اوضح لك لكن انت بتكمل عشان تعمل كتلة واحدة كده زي الكلام اللي فوق تمام طيب كده خلصنا المهمات بتوفير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته